قبل أن تجد مبادرة بايدن لكبح ارتفاع أسعار النفط طريقها نحو أسواق الخام، سارعت كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية لإطلاق توقعات متشائمة بشأن تأثيرات التحرك المنسقي لكبار مستهلكي الطاقة باللجوء إلى استغلال مخزوناتها الاستراتيجية لزيادة المعروض النفطي المطروح. بنكو جولدمان ساكس أكبر الكيانات المتخصصة في تعقب حركة أسواق السلع الأولية في العالم، توقع أن يكون لتحركات بايدن تأثير قصير الأمد على خلفية تراجع الاستثمارات الدولية في الصناعة النفطية والغازية على مدار السنوات الأخيرة والمدعومة لتعافي قوي للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. مؤشرات تكهن البنك الاستثماري الأمريكي أن تخيم على الاجتماع المقبل لتحالف أوبيك بلاس، بما يدعم من التوجه لرفض الكارتل النفطي لزيادة حصص إنتاج أعضائه اعتبالاً من جنفي المقبل، بفعل انخفاض الطلب على الوقود في أوروبا على ضوء عودة بعض الحكومات لسياسة الإغلاق العام لمجابهة تفاقم الوضع الوبائي. بلغة الأرقام تتوقع المجموعة الاستثمارية الأمريكية أن لا يتجاوز المعروض النفطي الذي تتيحه الخطوة الأمريكية المنسقة مع كبار المستهلكين مستوى الثمانين مليون برميل يومياً، في مقابل طلب عالمي يفوق مئة مليون برميل يومياً. على ذلك النحو يستشرف بنك جي بي مورغان أكبر مجموعة لإدارة الثروات والأصول في العالم أن يرتفع سعر نفط برانت القياسي العالمي ثمانية وثمانين دولاراً للبرميل العام المقبل مع توقعات بتجاوزه ذروة تسعين دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من نفس العام. توقعات متفائلة تستند على تكهنات بتجاوز الطلب العالمي على الخام مستويات ما قبل الجائحة بحلول مارس القادم. وبقاء منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين مسيطرة على توجهات السوق النفطية في غضون الثلاث سنوات المقبلة على الأقل.